بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا من وقت للتاني لازم نفرز الجلساء اللي بنجلس معاهم الاحسن جليس منهم يكون داخل في كلام حضرة النبي ومسأل جليس السوق كنافخ الكير هو ممكن يبقى الجليس بتاعي مليان نار ومليان لهب فيحرق قلبي ويحرق هدومي ويحرق كل حياتي اه ممكن فيه جليس ممكن يعمل كده في الفترة الاخيرة احنا قاعدين مع جليس شوية موزع جدا 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 الناس دلوقتي بقت بشكل واضح بتخاف من اي حاجة بتخاف تاخد قرار بتخاف تعمل اي شيء بتخاف على المستقبل بتخاف تصرف بتخاف حتى ان هي تاخد الفلوس لحسن الفلوس ما تكفيش بتخاف من الماضي انني ييجي باشياء مليانة ترومات ويعمل لها في حياتها اشياء كثيرة جدا تفسد حياتها فاتبوس حياتها مخاوف 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 وكمان بتزيد المخاوف اوي 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 لما حد يحاول يسيطر على حياته فيجد حياته مليانة بالمخاوف فيقعد مع الجليس الشرير اللي احنا ممكن نتكلم عنه النهاردة وهو جليس الشعور بالخطر الشعور بالخطر ده لو تملك انسان يوقفه ما يخلوش يمشي يخليه يحس ان هو مش قادر يعمل اي حاجة طب وهي ايه الحكاية ليه المخاوف وليه الشعور بالخطر بيزيد اوي في حياتنا عايزين حق ان الشعور بالخطر ده ده موجود في كل وقت لكن ليه بيزيد في الوقت ده لان نبقاش عندنا حاجات كتيرة تجعلنا من اهل السبات واهل الرسوخ ومستندين على حقيقة يثبت الله الذين امانوا بالقول السابت ايه الحقيقة دي الحقيقة فيه كتير من حقيقة الحقيقة ممكن تبقى غزل من شوية معاني الحقيقة هي المعنى اللي انت تقدر تعيش به اللي منها فالله خير حافظ ووارحم الراحمين الحقيقة وهو معكم اينما كنت يعني الله سبحانه وتعالى بيحفظنا الله سبحانه وتعالى هو احنا في معيته كمان لازم نسمع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا مبلغنا ان احنا نطمئن ونطم من قلوبنا ونهدى شوية واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتباه الله لك يعني ايه مفيش حاجة ممكن تخاف منها ولا تشعرك بالخطر عا تتحكم في حياتك حياتك ليست ملك احد لانها بيدي لاحد بيدي الله سبحانه وتعالى ازاي بتصنع بقى الاوهام والشعور بالخطر مين المسؤول عنده يجي لك وهم ان فلان يستطيع ان هو يتحكم فيك فتخاف وتبتدي تعمل حسابه تحس ان حياتك كلها ما وقف على الدولار فتخاف وتبتدي تعيش على هذه المسألة او يجي لك وهم انك بكرة مش هتلاقي اللي يكفيك ولا يكفي بيتك انا عارف ان الوقت ده احنا خايفين على رزقنا احنا خايفين من الشدة اللي بتحصل في حياتنا وبتيجي عشان تعرفنا الحقيقة لان الشدة في الحقيقة مش المسؤولة على ان احنا نتوه وننضيع الشدة هي اللي بتخلينا نكتشف الحقيقة حيات انك مش انت اللي بتجيب رزقك وانت مش اللي بتصنع حياتك رزقك محفوظ دي حقيقة كمان ده معنى بتتغزل في الحقيقة الحياة عبارة عن حقيقة بنعيشها طب واذا تركنا الحقيقة بنعيش كأننا ميتين اكتر حاجة تخليك تعيش كأنك ميت الشعور بالخطر بيجيب لك المصايب والبلاية وانت قاعد لكن لما تعيش بحقيقة ان رزقك محفوظ لك من يوم ما كنت جنين في بطن امك رزقك محفوظ لك في مكان محدش هيوصله لان ربنا طمينك وقالك وفي السماء رزقكم وما توعدون وانت في رحم امك كتب رزقك واجلك وكتب كمان كل شيء عنك لغاية ما كتب ان انت شقيون او سعيد اه انت ممكن تشوف كلامي ده مش هيدفع قصة المدرسة على فكرة ممكن تشوف ده ولا هيقدر يكمل تجهيزات الجواز وممكن تشوف كلامي ده بالنسبة لك مش هيعمل ايه هيفتح عليك موارد رزق ولا شغلانة ممكن تخليك تحس بالامان وتحس ان حواليك ده مش بيهددك ولا بيحسسك بالخطر لا ده انت هتحس بالامان بس بالحقيقة الامان ده معنى الامان ده مش حاجة بملكها